بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في مسارنا في ميدان الأنستيزيا قاعدين إحنا سنوصل لآخر المحطات عشان بعدها نقلع برحلة جديدة للسيداشن اللي هي أول مواضيع ففي آخر مواضيع الميد اللي كنا نحكي فيها بشكل عام عن موضوع الدنت الأنستيزيا اللي فهمنا فيها طبيعة العصبون الفيسيولوجية بعدين فهمنا مبدأ المواد المخدرة كيف حتخدر العصب لوكالي أخذنا عن المواد المخدرة أخذنا عن الأرميمنتاريوم وأخذنا عن التكنيك اليوم رح نكمل أيضا آخر موضوع فلو صار عنا فشل وإحنا نعمل في تكنيك معينة كيف بدنا نعمل كيف بدنا نتعامل مع هذا الفشل إن صحي الخطأ وكيف حيث تمشي الأمور وعندنا بعض الطرق البديلة في حال الطرق الأساسية ما زبطت معنا الكنفينشنال تكنيك لو ما زبطت لأسبب أو لأخذ سنأخذ الأسباب في عنا طرق بديلة رح ندرسها وإيضا السبليمينتاري تكنيك فرح نبدأ طبعا إحنا بالسبليمينتاري تكنيك أول طريقة وهي الانتراليجيمنتاري إنجيكشن أو ما يسمى البيديال إنجيكشن إنه أحد أهم فوائدها إنها بتساعدني إني أتعامل مع الفشل في التكنيكس العادية عندها تخدير منطقة محددة المبدأ يا جماعة هاي التكنيك إنه إحنا بدنا نجيب النيدل نحقنها في الجنجيفة السلكس الجنجيفة أنواع ثري جنجيفة قدتها جنجيفة إنتردينتال جنجيفة فالجنجيفة هون أوكي يعني الجزء الأول منها مش ملتصق بالسن التصاق تام تمام فيه جزء منه حر فالمسافة بين الجنجيفة والجزء من السن بعمل سلكس فمنسميها جنجيفة السلكس منها أنا قاعد بدخل النيدل تمام لاحظوا دخلت النيدل في الجنجيفة السلكس لحد ما وصلنا ل البردونتال لقيمينت هاي المنطقة is very tight لما أحس إنه في إشي بمنعني إني أدخل معناها أنا في الآن في المكان الصح ببلش أعطي في المادة أوكي وبوصل لمرحل إنه خلص برضو بحاس إشي بمنعني إني أعطي كمان برضو هاي اندوكيشن ثاني إنه داخل صح وبشوق فيه جماعة بلانشينك إنه النسيج تبع الجنجيفة هيك بصير أفتح لون بصير على بياض جاي تمام وهاي الصور بتوضح لنا الموضوع طبعا أحد الشغلات اللي you have to avoid it لما تعملها إنك avoid to bend the needle لريح حالك واستخدم short needle مدلش ليش تستخدم long وتطعجها لأنه حكينا إنه البند للنيدل أحد أسباب الكسر بشكل عام لو نسألنا شو المنطقة اللي بخدرها المنطقة اللي بعمل فيها أنا Intraligamental Injection منكون خدرنا السن نفسه اللي هو البلب أكيد خدرنا الPDL ومنكون خدرنا اللابي الميوكوزا اللي هي نفسه الباكلي ميوكوزا وجنجيفة باكلي والجنجيفة والميوكوزا نقولي بس حوالين المنطقة هاي تمام بالذات طبعا في حالة أنا بكون عملت إيش بكون يعني عملت حقا للإبرة يعني واحد هون وواحد هون مثلا يعني بلغة أخرى لقصد أني بكون يعني حقنت ما أكثر من مرة دخلت النيدل في أكثر من مكان بحيث لما أدخلها هون راح تخدر لي الميوكوزا اللي بيلي هل نحكي باكلي أحسن من اللي بيلي لأنه إحنا عند المنطقة الباكال الباكالي ميوكوزا والباكال الجنجيفة وراح تخدر لي السن وباكدرها هون كمان عشان تخدر لي اللي نقول فبالتالي تحديث بشكل أكثر من اللي باكالي الانستيزية 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 باكالي ولينكو والثنتين بتخدروا السوف تيشو تمام بحيث حسنا فالحلو أني أنا كمان بخدر منطقة محددة بدي عاها وما بغلب المريض مثلا بإني أخدر للمنطقة وسيعا بذات لو بدي أشتغل مثلا بس هاضي السن تحديدا هذا لسه يعني جينرالي سبيكنج عن هاي التكنيك اهم شيني عارف من مين بدي احقن اهم شيني عارف ايش المناطق اللي بتتتخدر اللي هي البلب سبلاي السفتشو باكالي وينجولي ممكن استخدم السرنجات العادية اللي احنا بنعرفها اللي درسناها في الاربامينتاريوم اللي اللي هي هاي السرنجات العادية اللي بحط فيها الكارترج وبتمشي الامور او بستخدم السرنجات بتريحني صراحة اكثر واكثر في عملية اللي هي بسموها اللي بسموها اللي براشر استرنج هاو تو كيف ديس انتر اللي هي انترا انترا لجمينتاري انستيزيا كيف بدنا نخده يعني نعمل هاي الانجيكشن انترا لجمينتاري انستيزيا يو انسيرت نيديل انتجينجيب اجان اجان منعيد عها المعلومة حتى زي ما حكتلكم منلاقي الريزيستنس ذير فمتى ببلش احقف الريزيستنس احقف الريزيستنس بمانع دخولي الان طبعا هي منطقة البيدال منطقة ضيقة صغيرة لانستيزيا مش رح يعدي يعني في كل انجيكشن افرض انا الان بدي اعمل انجيكشن واحدة بكالي واحدة لنجولي يعني احقن البيدال منطقة البكال ومنطقة لنجول في كل مرة بحقن بنزل بس اثنين بالعشرة مل تمام وانت تحقن رح تلاقي توصل لمرحلة انه في اشي بمانع انزالك لهذه المادة ومنطقة لنجولي الانستيزيا واحد اثنين انك تشوف هذه علامة مهمة جدا جدا وبالتالي هكا بتستدل انك انت تشوف تمام فصف عندي العلامات العلامة تظهر عندك وانت داخل انك تحس بمقاومة تحس في انه اشي قاعد بمانع فيك فمنحس بمقاومة ثم اعطي المادة اوصل لمرحلة لانه مش قادر اعطي كمان وبصير فيه بلانشينج في نسيج بيضات في هذه المنطقة حوالين اللي هي الجنجفة اللي انا اللي هي الجنجفة اللي انا قاعد بخدر فيه انتراليقامنتري تمام يجب ان اعطي الانستيزيا في أكثر من واحدة تمام يعني ما بكتفي بحقنة واحدة حتى لو كان سنجل روت التوث انتكن انتظارين او هم استيزيا عندما تحضر هذه الانستيزيا يجب ان تحضر الانستيزيا إلى ميزيو و الاستيزيا ولو غزيت او اغزيت او ارتباعن الخدر الفائد و سنجلز او اسنجل روت التوث او او ادباعن في ميزيو و الاستيزيا انتو تستيزيا ثم نجلز فننتبهنا الانجيكشن اللي بتيجي باكلي يونستطايز التوث والباكال تيشو الانجيكشن اللي بتيجي لينجوالي سواء ميزو لينجوال او ديستو لينجوال منحقنها هذا في اني اخدر ايش اللينجوال تيشو تمام التمام وبس الان الاسنان الملتي روتد يو نيد تو جيف انجيكشن ان ايتش كورنر بحيث اني اعمل انفلتراشن لكل البيديال لكل الجذور ميزو بكل ديستو بكل ديستو لينجوال يعني لازم اني اعمل حقا لهذه المناطق ويكفي اني اغز في منطقتين فقط اللي هي تو سايدز وي بي انف سمتايمز يو كان يو كان يوز ايضا شورت نيدل او الترا شورت نيدل حلو يعني ممكن حكيان النيدل اللي بتيجي يا لونجا شورت او الترا شورت هاي بذات هاي جماعة ممكن تكون معلوم مهم يجي عليها سؤال امتيحان انه احجام النيدل كهف تيجي بقوله لونج و شورت او الترا شورت هل يوجد الترا لونج لا يوجد الترا لونج اوكي على العموم فبنستخدم في هاي التكنيك شورت نيدل او الترا شورت نيدل او يمكنك استخدام النيدل و تتعجه لكن ليس محبب ابدا لكنه ليس محبب لا ينصح بذلك لانك ستضطر تفتعج النيدل لتفوت في هذا المكان و تضع او الترا شورت نيدل لانه اللي حكينا البند للنيدل احد اسباب انكسار النيدل وهي مهي تغنى عنها عندما تتضرب ترا هذا المحب ستصنى النيدل النيدل وهو المنزل النيدل و زهل السفو حمد ترا شورت نفسه اذا شو اللي يتخدر عندي في هاي التكنيك هو السن نفسه والزهل السفو ما يعني يظهر بالنقر يعني اللي بكالي نفصل شوي في اللي هي البروشرة بحكي ليس متفقني انه ممكن نستخدم الكنفع ولكن الاحسن نستخدم البروشرة اليح في هذا التكنيك نضع استخدام البروشرة أو بريدونت الليجامين تنجيكتين الأمر جيد من هذا البيئة عن هذا البيئة هذا البيئة لأنك لا تحتاج إلى تحضر بريدونت الليجامين لتحضر الانستيزيا بكل بساطة أنا يا جماعة بدخل النيدل من هون و بس بكون أضبطها هاي بشكل سهل و بسيط ما بكون أحد لو بدي أعمل انت الليجامينتري بيكون فنشن السترنجي عادية بصبط لكن حطر أضغط بقوة و غلبي علي هاي السترنج بس بضغطة بسيطة هون بتنزل كمية منيحة هون و بكون الموضوع أسهل أسرع ولاحظو كيف كمان جاي بزاوية عشان تفوت في الجنجيفة السلكاس بسهولة و بكل ريحية طيب هنا يمكنك فقط تحضر بسهولة و بحضورة تحضر بسرنج و بحضورة السترنج سيحصل على السترنج بسهولة أسهل بحضورة السترنجية حتى نتحدث عن الانت الليجامينتري عرفنا المنطقة اللي بدنا نخدرها عرفنا انه ممكن نحتى انه في السن السينجر روتد منحتاج ثنتين في المالتي روتد منحتاج اكثر من ثنتين عرفنا شو المنطقة اللي بدنا نخدر عرفنا شو السينجات ممكن نستخدم العادية ولكن الأفضل اللي هي BDL وبالنسبة للنيدل فهي احسن اشي الشورت الالتر شورت اذا حتستخدم لونج فحات التطر تعملها بندن هذا ممكن يؤدي للنيدل فراكتشر انه ليس ممكن الآن سوف نتحدث عن ايجابيات وسلبيات اللي هي اول ايجابية اصلا حكيناها اول ما بلشنا فوق انه واحد ايجابيات تكنيك ايجابيات تحت ايجابيات تحت فشلت عنا طريقة معينة في التخدير فكان الانتراليجامنتري حل مناسب بدي احكي لكم ثم شغلة صارت معنا احنا في عيادات الجراحة في الخلع فعليا اننا بدنا نخلع لبيشنت شو؟ بدنا نخلع للاور كان لور رايت فور لور رايت فيرس تبريمولر فبدنا نخلع له خدرنا وبالتالي نخدرنا البلب والبديل السن نخدرنا اللي هي اللابيال ميوكوزا واللابيال جنجيفا ونخدرنا منطقة اللبس وهو الى اخره ونخدرنا ونخدرنا منطقة اللبس المهم بدنا بخطوات الخلع اللي هم نعمل جنجيفا كانت ممتازة ومتخدرة لما اضعنا فور سبس وبدنا نحرك ألم شديد جدا فبالتالي استنتجنا انه الانستيزيا في منطقة معينة فلما رحنا وسألنا الدكتور حكى أعطوه انترا لجمينتاري وفعلا ايجا وأعطاه انترا لجمينتاري تمام ففعلا انه الانترا لجمينتاري التكنيك مفيدة ممتازة جدا ايضا اني انا قاعد استخدم في كل حقرة بحط بس 0.2 مل بعض الانترا لجمينتاري كافية وزيادة كافية وزيادة و انت تبدأ ان ترى ان لا نستطيع اعطوه انترا لجمينتاري حكيانا بتحس انه مقاومة تمنعك انك تعطي كمان انت بحشان تفيل السدن بين لجمينتاري طبعا يعني هي الزنخ فيها شوي مؤلمة كوجهة مفاجئة وانت تحقن لكن مباشرة لانها ما يميزها ايضا لسه بدي احكي لكم اللي هي رابد انست اف اكشن يعني ببلش شغلها سريع مفعول الحقن في المنطقة هاي سريع يو كان ستار توركينج خلال ثلاثين ثانية الى دقيقة بينما في الاي دي بلوك شو كنا نحكي استنى خمس دقائق طيب ايش في كمان ايجابيات فحكيانا جرعة اقل ببدأ اثر التخدير اسرع مفيدة في حالات الفشل للطرق الكندينشنال التقليدية الفائد الرابعة او الايجابي الرابعة only a small area of soft tissue will be anesthetized يعني مثلا مش زي الاي دي حنخدر الانتيرير two thirds of the tongue floor of the mouth و الى اخره فبس كمية بسيطة من soft tissue the buccal and lingual side of the tooth along with bulbal innervation فبس هاي شغلات اللي هي تغذية العصبية للسن و buccaly mycosa و اللي هي and buccal gingiva حوالين السن فقط هاي الفائدة الرابعة الفائدة الخامسة يا جماعة الخير اللي هي useful in mandible for patients with bleeding هاي رائع المهم جدا يا جماعة هاي احد الانديكيشن قد تكون يعني مش بس ايجابية انت لازم تتجنب الاي دي في الحالات اللي الناس اللي عندهم bleeding diathesis يعني قابلية انه يعني يكون عندهم امراض ناسفية او عندهم امراض ناسفية اللي هم جماعة bleeding tendencies زي اللي عنده همو فيليا اي مثلا وغيرهم زي اللي بيقول انتيكو اجرنس يعني دم ومايع كثير دياثيس معناها tendencia to suffer from particular medical condition تمام فهي اللي bleeding tendencies طيب في هاي الحالة you are not allowed to give the regionary block or deep injections خوف من انه يصير نزف واذا سوف ينزف خارج اللي بعائده مشوح يصير همتومة فإن جنرال for the mandibular posterior teeth you need to give ID block هذا لالناس الطبيعية so to overcome this problem you can give them intraligamentary injection as a primary technique جميل جدا وهي ملاحظة رائعة فانوهن مش قاعد اعطي ID injection ك supplementary technique لا انا قاعد اعطي هاي الانجيكشن ك primary technique بها منبدأ فهمتو علي لانو خطر عليه مشكلة اني يعطي block وهو عنده bleeding tendency so you give injection in localized area around the tooth which is superficial and not targeting deeper structure هذي الاشي الجيد وما منخدر منطق كبير ونطاق واسع because the local anesthesia in this area will produce bleeding احنا منحكي طبعا لو انه أعطينا block فهمتو علي يعني لو انه أعطينا انستيزيا تستهدف deep structure فهذا ممكن يعرض لبليدنج وهذا يبعرض لبليدنج هو ماذا قالنا لتجمع الدم خارج البلادفزل وهو الهيماتومة ايضا احد اهم الفوائد غير انه تفيدني في جماعة لبليدنج تندنسي It's useful in case you are treating one or two teeth in different quadrants in mandible فانا في المانديب بدي قاعد بعالج مثلا سنين واحد على اليمين واحد عشمال فبدال ما تعطيه bilateral ID block وحكيانا انها هي غير محبذة ورح تكون مزعجة جدا للمريض ورح يكون انت خدرت يعني الفك كامل عرفت عليه الانت خدرت بوضع بلاتر انت بلاتر 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 ايدي بلاتر 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 يعني انا في جهة بدي احفر طاحون بعمل لهاي يجيه بلاتر بلاتر بعملها It's very good and important advantage When you are dealing with بديات الكبيرشان برضو يقل له دور في اللي هم جماعة الأطفال حكيانا بشكل عام الأطفال لما تعطيه بالذات تكنيك البلوك الانفيرو دينتال نيرف بلوك تكون الشفة تخدرت وبالتالي بتلاقيه بصير يعملها بايتينج يمكن يعملها ترومة ويتأذى صراحة وبدون ما يحس فعشان ما أعطيه الأنستيزيا تفقدوا الإحساس وتعرضوا أنه يعمل ترومة بعد هاي الأنستيزيا بعطيه انترليجمي 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 مثلا يعني تمام So it's a very good and important advantage when you are dealing with a pediatric patient اللي هو الطفل طبعا You don't need to give them for example ID block and leave the lip numb for a few hours after the procedure Instead you just give them a periodontal ligament injection around the tooth you are working on and thus وبالتالي you will only anesthetize that area without anesthetizing the tongue and lip وهذا أحسن لطفل ما بعرف مصلحته ممكن يعد شفته ولسانه وكثير ولا حدد الأذى بدون ما يكون منتبه الآن فيش إشي كامل يا جماعة الخير صحيح إله إيجابيات بتساعدني to overcome the failure ممكن تكون primary technique أستخدمها في الجماعة اللي عندهم leedic tendancy rapid onset of action بحتاجة فيها smaller dose مفيدة ولما بدي أكون أشتغال على جهتين في الماندبل عشان ما أعمل Bidateral Inferior Dental Nervy Block مفيدة عند الأطفال بس لدينا بعض السلبيات في بعض السلبيات مش واقعية مش عملية يعني هي سلبيات حقوها بناء على هيك نظريا زي ما بيحقوها تمام اوك خلينا نبلش في السلبيات بحكي production of bacteremia يعني عدوة بكتيرية ممكن توصل للدم you are giving injection under the brush في area هاي الاريا ما يميزها ان فيها blood supply بشكل جيد so you are pushing any bacteria in this gingival sulcus into the blood stream and cause bacteremia and that's not good for the patient that brought to have infective endocarditis اوك فباختصار هاي احد السلبيات يعني في ناس طبعا عرضة للإصابة بين infective endocarditis فيعني ممكن لو لا سمح الله دخلة البكتيرية للدم ضره كثير يعني هاي احد السلبيات also when you give this injection under the brush you make it give direct to the blood stream and this will increase the systemic effect of the local anesthesia واحنا عارفين انه احنا ما بدنا الـ local anesthesia وصل على systemic circulation صح عشان هيك اصلا حكينا منحط مع وفازو وكنستريكتر بالاصل يعني عشان يضيق الاوعية الدموية في موضع الحقن عشان يضل الـ local anesthetic لأطول فترة يشتغل فيه أعلى بوتنسي ونبعد عن systemic circulation ونقضل للتوكسيسيتي فهي هي فإذا السلبية الأولى هي إنها production of بكتيريميا تمام في خطر بالذات من هذه النقطة على الناس اللي عندهم اللي عندهم infective endocarditis فما ننساش هذه الحالة أوكي اثنين ممكن أن نشغل بالطبقة ما سمع علينا increase systemic effect because you are injecting BDL وبالتالي يروح مباشرة على systemic circulation حكينا المنطقة هاي well vascularized فممكن يروح systemic circulation فبالتالي انت قاعد تزيل اللي هي systemic effect للو anesthesia عندنا كمان penny and post injection discomfort كنقر بتلاقي مش مرتاح لا أثناء ولا أعطي ولا بعد ما أعطي أثناء فيه بكون ألم بعد كنا نحكي بحس المريض كأنه عنده حشوة عالية ليش انت دخلت المادة المخدرة على نسيج tight فيعني برفع السن نتف صغيرة هيك لفوق إشي لا يلحظ بس يعني بحس في المريض لما يعمل إطباق فنقرأ نشوف الحلو طبعا أن هذا الموضوع مؤقت ويروح طبعا بالذات أنه حاس أن السن عالي يعني أو كأنك حاطل حشو عالية ليش جماعة بحس هيك because it gives in very tight area وهذا الموضوع ناقشناه في المحاضرة الماضية أيضا السلبية الرابعة اللي هو damage to dental and periodontal tissues can be caused كيف بحكي لك because أنت قاعد تحقن along the root surface فعلا إن إحنا من دخل في البيدي قراب جدا من سطح الجذر تمام له cementum and within the periodontal ligament ممكن يصير في damage لل cementum and you certain the needle in the long junction in the long junction epithelium فبرضو هاي أحد اللي هي السلبيات اللي ممكن تصير بس مش دائما بتصير اللي هو damage للأنسج المحيطة بالسن بجد انتل تشو زي cementum use any primary teeth بحكي لك لا يحب استخدامها خوفها من أنها تأثر على البير من التي تحتها بس بحكي لك اختصار كل حكي لس نحن نقوم this is controversial في عليها خلاف هاي النقطة بالذات بين العلماء they claim الدعاء اللي رافضون لأنك تعطيها لسن لبني that it may affect or damage قد تؤثر أو تدمر الunderlying بيرمنت teeth if you use it on a primary teeth so you may have some structure abnormalities في هذا السن اللي رح يطلع الدائم in the crown during a crown formation or during the eruption of the بيرمنت tooth if you use اللي هي interligamentary injection مثل انامل هايبو بليجا or انامل or انامل طيب اش في كمان سلبيات 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 ممكن انت في منطقة تايد قاعد تشد وتستخدم برضو conventional string وبتشد بتشد بتشد يعني جماعة الكاربول مصنوعة من اللي هي yes glacia polypropylene صح ولا لا فالبالتالي ممكن تنكسر مثلا ممكن النيدل تنكسر لو كنت بالذات طاعجها مثلا because sometimes you may break the needle or the cartridge if you give it under excessive pressure you may broke the glass of the ash cartridge او الكاربول بسبب high brush be careful and use the correct equipment to give the local anesthesia هاي احنا الحمدلله كنخلصنا من interlegmentary injection حكينا هي التكنيك اللي بتخدر منطقة السن وما حاول له من soft tissue bach lingually طبعا بحتاج 2 حقمتين كن حقم فيها 2 single rooted لل 2 rooted بحتاج اكثر طيب بعدين حكينا منستخدم conventional strange ولكن بفضل استخدم brush strange جهد اقل من اعطي المادة وفيها كمان بنت فمحتاج حتى اني اثني الابرة والامور تمام وتعطيني accessibility كيف بدي احقن بروح على الجنجفة السلكس بدخل النيدل فيها لحد ما احصل على resistance فهي اول اشي اني دخلت صح بعدين ببلش اعطي في المادة بوصل المرحلة مش قادر اعطي اكثر من المادة معناها اكبر يعني يبدأ واسرع في انه يعمل تفاعل يحتاج مصد دقيقة لدقيقة ممتاز ومفيد في حالات فشل طرق التخدير مثلا only a small area بس منطقة صغيرة تتخدر مفيد عند الناس لعندهم bleeding tendency bleeding diathesis بتكون فيها intraligamentary injection primary technique it's useful in the case you are treating one or two اوكي انا قاعد بعال السنين في الماندبل كل واحد بكوادرنت عشان ما اعمل باللتر id block بعمل ولا واحد id ومثلا شو اللي هي اللهم صلي وسلم على سيدة محمد intraligamentary injection و اش كمان حكيان مفيدة عند الاطفال عشان ما نخدرهم في اش يخدرهم السفت سلبيات جزء كبير منها مواضيع نظرية ممكن تعمل بكتيريميا لان gingiva sarcas بكتيريا لما تفوت مع النيدل لان منطقة هاي باسكل الرياضة تروح الدم increased systemic effect لان منطقة فيها تروية دموية عالية belly and post injection discomfort انت تحقري ممكن التألم لما روح البيوت بحس السنة عالية لان حقنت في منطقة tight ولكن هذا يروح طبعا reversible damage to dental burn dental in منطقة السمنة ممكن انه وصول لها مشكلة تدمر use any primary teeth استخدامه على الاختلاف ولكن لا تستخدمها ممكن يدمر او يخرب الانامل كون فعنا الانامل hypoplegia او الاني اذا الانامل defect والسلبية الاخيرة الاخيرة دمج تأكوي بمت التكنيك الثانية intra اسيس انستيزيا انترا داخل اسيس عظم اسمع بكل بساطة بجيب حفارة دقيقة صغيرة بحفر في العظم بدخل النيدل باطل الانستيزيا واستخدامها الآن قليل جدا حتى اخذنا في المحاضر الماضي انها outdated يعني يعني خلينا تستخدم فما بدأها سهل جدا انا سبليمنت التكنيك نطكم اللي يوز الانستيزيا في الكنسلس بون الكنسلس بون هو العظم الاسفنجي تمام اللي هو نفس الاسفنجي بون افتر يو قيف سبرفيش الانستيزيا اولا بتبدا تخدر تخدير سطحي تمام بتعطي تخدير سطحي ليش عشان بدك تحفر في منطقة الميوكوزة والبون صح يو نحو تدريل اهول تحفر فتح او ثقب انججفة تريت ذا هذا العظم الاسفنجي ذن يو ثرو ابرفوريتر بتروح ب اللي هو بالمثقاب و انجكت ذا لوكل الانستيزيا انسايد ذا بون وايضا في هاي التكنيك انا قاعد بحتاج عدة اكثر لاحظوا بدي هذا اللي مني او البرفوريتر و بدي اخدرها بشكل سطحي بدي احفور بدي افتح الجنجفة بدي احفور البون و بدي افوت في النيدل فيعني غلبي لا تستخدم الان الان طيب وانت كن لا تستخدم لا يعني اني ما ادرسها شو اعرفها منيح فلازم نعرف هي جماعة منيح السايد تبع الانجكشن مبدأ بسيط برسم جماعة خطان متقاطعان ومتعامدان تمام نقط على بعد 2 مل من نقطة التقاطع هما تكون منطقة الحقن اوكي لهون الامور 100 طب كيف ارسم هن كالتالي عنا خطين الخط الاول عامودي وبرسم ديستل توت يو ار السن اللي بدي اخدره برسم الخط العامودي ديستل توت الآن الثاني هورزنت اللاين ما بالمية خط الاول ديستل توت 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 خط الثاني المرجن وهي جيف انجكشن وين 2 مليميتر بلو انترسيكشن بوين هاي منطقة التقاطع الانترسيكشن على بعد 2 مليميتر منعطي هون الانترا اسياس انجكشن هاي صور الارمام انتيريوم المستخدمة وكيف انو اطلعوا هذا المثقاب ثقب العظم هاي صدق بالكانس الانترا ومنفوت بعدها النيدل ومنخدر المنطقة هاي النيدل لاحظ التب تبعتها هاي تمام التمام ومنكون خدرنا ولكنه هاي التكنيك in general it's not commonly used so you can see here the adapter or perforator 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 الثاخب يعني to help giving the injection throw the needle also not the needle go into the cancels bone لأنه فتحت لها مجال بالperforator إنها تفوت وهو عبارة من الدلل التكنيك الثالثة the inter septal technique وهاي hybrid شعني hybrid damage two techniques تقريبا فكأني قاعد باطي intra ocs وكأني قاعد باطي intra ligamentary متى باستخدم هاي التكنيك وليش طب ليش ما استخدم interligamentary اوكي احد الاشياء يا جماعة انه احنا اتفقنا في intra ligamentary injection اني انا بدي احقن في منطقة gingival sulcus مثلا في هاي المنطقة صح ولا لا في هاي المنطقة الآن في بعض الناس اللي عندهم امراض البيديو دونتل تشو هو النسيج المحيط بالسن بيكون عندهم ما يسمى gingival restation اللثة فبتكون اللثة نازلة والgingival margin راح فما بقدر اني احقن لانو ما في gingival margin يعني نقطة البداية تبعت اختفت فما بنفع عندي intra ligamentary فبستخدم بدالها intra intra ligamentary ما بنفع فبستخدم intra septal technique or anesthesia so it's hybrid combination of the intra osseos and intra ligamentary anesthesia the effect of this technique is similar to the intra ligamentary injection مشبه كثير التأثير but the technique is different لكن الت مخت indicated ما بقدر اعملها مثل poor periodontal condition there will be no gingival sulcus كما ما حكت لكم to insert your needle or be the ls ash or be the ls base to insert your needle بس هاي المشكلة اللي بتكون موجودة فسيمبلي كيف بدي اعمل هاي عملية التخدير you choose the base of the bapilla قاعدة البابilla next to the tooth you are doing you are doing then insert your needle once you touch the bone insert your needle a little more in order to go deeper into the cancerous bone متى ما تلمس العظم قوي قلبك ودخل اكثر هاي اي تكنيك الانتراسيبتال تكنيك الانتراسيبتال انجيكشن انتراسيبتال انستيزيا تمام تمام فمنكون وصلنا للعظم بعد ما نوصل من قوي قلبك منفوت اكثر عشان نفوت على cancerous bone and then you give the injection okay so as you can see it will anestatize the tooth along the buccal soft tissue فلاحظوا السن along the buccal soft tissue ما يبنسيرة lingual tissue لاحظوا lingual tissue مش متخدر يعني هاي خليني نحكي الفرق في الانتراسيبتال 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 lingual على الانتراسيبتال الانتراسيبتال lingual تخدر lingual فممكن هذا الفرق الوحيد وقط التكنيك رقم 4 وهي الانتراسيبتال anesthesia تكنيك جميلة مرة معي بالذات في البشنس اللي عندهم شو حكي بلبل hyberemia ما بنفع معهم id block بتفشل التكنيك فلكن المزعج انهم بكون عندهم إحساس فبضطر افتح لهم access ويكون في ألم اشيان يا جماعة access كون كون مش ماخذين اندو الموضوع انه زي ما بنعرف انه انا هون عندي سن تمام هذا السن في عنا حكينا معروف الانامل dinton وفي عنا اللي هو البل بشامبر تمام اللي هي حجرة اللوب الان عندما يكون هنا في التهاب في قناة العصاب ووو الاخير هي فبايجي جماعة بحفر وبحفر وبفتح فتحة ما بين السن والبلب تشامبر مثلا هون افرضوا عندي قناتين الان فهذا بسمو access cavity preparation اني افتح access يعني افتح السن من بره بحيث اوصل لقنوات العصب هذا بغلب شوي ولكن اول ما اصل بحطي هناك تخدير لكل كنال بحط مادة مخدرة في كل كنال وهذا يكون تخدر وبرتاح المريض so it's very good choice when you are doing in the treatment for both sorry for hot tooth hot tooth يعني يسن في التهاب يعني يمكن ما يشتغل في التخدير or tooth that not responding to the local anesthesia فسن it's a very good technique when the bulb is exposed so in this case it's mandatory to have a bulbal exposure and if it's not there you need to create it by yourself فلو انت المريض طبع قررت انك بدك تعطي intra bulbal anesthesia فش مجال غير انك تفتح access في السن وبس لو ما كنتش فات ح تضطر انت تنشئ access وتفتح وعشان تعطي التخدير فشو الالية في ordining with multi-routed teeth multi-routed teeth يا جماعة السن في اكثر من جذر اكيد في اكثر من كنال قناة تمام you need to have this opening big enough هتفتح منيح عشان يبين معك كل الوريفيس كل قناة الليها فتحة بسموها الوريفيس فلازم تكون الاختز تقريبا كنا نحكي في الانترابلبل 0.1 ml يعطيني تأثير لمدة 10 دقائق تمام هذه المحاضر الماضي المعلومة so you should insert the needle in the bulb chamber زي ما احنا شايفين كيف دخلنا النيدل على البلب chamber طبعا هاي عبارة عن الحاجز مطاطي بالانجليزي rubber stoper عشان نكون stable و ندخش في المكان الصح ونحن مرتاحين فمن فتع البلب chamber or in the canals or in the canals then you give the injection and you should insert the needle as far as possible till you find resistance يعني بلغة اخرى فوتها في الكنال والكنال اللي جوا ممكن تكون تنحف تمام فلما تحس انه خلاص فوتناها وفي اشي ما نعني الله اعطت الانستيزيا هون عشان تكون اعطتها في العصب نفسه فهمتوا ليش يعني او العبرة in order to have this needle insertion easier sometimes you need to use a stupper as you can see in the picture you put the stupper on the occlusal surface of the tooth and you insert the needle through the stupper الهدف to stabilize your needle while it goes into the canals تكون مستقرة وما تتهزز و تكون مرتاح it's painful in the beginning but it will provide a very good anesthesia for the tooth you are treating بعض القطرات will be enough 1 10 mil and they give good anesthesia for 10 minutes كل 0.1 or 10 anesthesia 10 دقائق تمام هكي احنا بنكون حكينا عن 4 تكنيك intra ligamentally intra os yes وحكينا عن intraceptal وهي damage ما بينهم intraceptal منستخدام بالذات في حالة bad dental tissue وحكينا عن intra bilbal anesthesia لنكمل بعض alternative techniques لاحظ كل التكنيك اللي احنا كنا نحكيها localized مختصة بسن وما حاول من soft tissue intra ligamentally وما حاول ال لن التكنيك ال intraceptal تخدر السن مع الباك و soft tissue و intraceptal بلبل 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 افتح اكسس لازم اعمل اكسس حتى اقدر اعملها حكس عن تكنيكاتي جماعة الخير تكنيكاتي بلوك بس مش اي بلوك على قدم الوساق يعني صراحة بيخدروا مساحة واسعة وكل وحده لازم جماعة نركز لها الان عدة ملاحظات كل تكنيك فيهم كل تكنيك لها ليش انا عملتها وما هي دواعيها ومنها هي النقطة الاولى ما هي الاعصاب التي ستخدرها ما هي المناطق التي سوف تتخدر وبس تمام تمام غير هيك في افي من وين بدي افوت النيدل شو العلاقات التشريحية اللي بدي اشوفها عشان ادخل النيدل هدوال التينتين اللي رح نحكي عنهم الان مهمات جدا 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 التكنيك الاولى اسمها Go Gates Technique او Wide Open Mouth لاني بطلب من المريض يفتح ثمه كبير جدا علم بدي اخدروا هيا الطريقة او من ديميولار نيرف ابلوك وبيخدر هاي التكنيك صراحة مجموعة من العصاب الثانية على العكس مش هاي Wide Open Mouth الثانية من استخدمها للناس عندهم هترسمص للناس مش قادر تفتح ثمها للناس اللي عندها Limited Mouth Opening للناس اللي عندها لسال كبير مش قادر احدد اللي انتم منيح اسمها باستخدمها وتم مسكر Close Mouth Technique او اسمها Akinosifazirani Technique تمام فرح نحكي هسا ان شاء الله عن هذول التو تكنيك وانفصل فيهن بعون الا لنبدأ هذه التكنيك which are rarely used are mainly about the Mandibular Anesthesia mainly Akinosifazirani Technique Go Gates Technique للمانديبولر Anesthesia فرح نبلش في الاولى Mandibular Nerve Block Wide Open Mouth or Go Gates Technique It's one of the high methods of anesthetizing the inferior alveolar nerve تمام شو فوائد هاي التي تتميز بها عن الانفيريور الفيولر نير في فوائد نعم اولا لما تعملها ماشي انت قريبا تعملها لكن احتمالية انك تنجح اعلى من انك من احتمالية انك تنجح بالانفيريور الفيولر نير فهي او سكسس ريت Lower Incidence of Positive Aspiration ايش يعني احنا حكينا بالذات في البلوك بخاف اني اكون اكسيدنت اللي دخلت في بلد فيزل فاحتمالية اني ادخل في بلد فيزل بالانفيريور الفيولر نير في بلوك اللي هي احد الكونفينشنال تكنيك اعلى من القو جيت تكنيك فاللور انسيدنس احتمالية اني اكون فوتت في بلد فيزل فيطلع عندي بوزيتف أسباريش يعني لما اسحب يطلع في دم في الكربول احتمالية ذلك اقل في هاي التكنيك اللي هي غو جيتس تكنيك او ويد اوبين ماوث تكنيك او مانديبيلر نير في بلوك تكنيك تمام تمام يوهاف تأسبيريت بذكرنا الدكتور في موضوع الاسبيريت بفور لكيف داخل الانستيزيا انجيكشن تأكشور انك مش داخل في بلد فيزل اكسيدنتلي أبسنس اف بروبلمز و هاي برضو اشي يعني افضل فيه فاذن نقطة ثالثة مهمة جدا انه يا جماعة حكينا انه في احيانا بصر عنا اشي اسمه اكسيسوري سنسوري اشي يعني يعني بيكون في عنا عصب سبحان الله عند هذا الانسان اله تفرع زيادة راح غذ السن فمثلا لما عملت له التكنيك الفلانية ما تخدر هذا السن فاتطلت اخدر بطريقة وباخرى هاي التكنيك يعني ما بترحمش تمام بتخدر المنطقة باكملها حتى لو فيه اكسيسوري سنسوري ما حخاف من وجود ذلك فما حخاف من مشكلة انه في عنا اكسيسوري سنسوري فيه القوغيتس تكنيك او اللي هو اوبين ماوث تكنيك باكملها 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 ثلاثة فباختصال بحكيلي انه يعني اعطيكم مثال ممكن يا جماعة الخير شيحنا بالماكزيلة بنعمل انفلترشن للسن يكون خدرنا وجاهز اعمله حفر وحشي يس جاهز فبتلاقي اكسي تحفر تحفر وتتوجع المريض هذا مع احد الاحتمالات انه ممكن اللي في البلت فياتو برانش عند هذا الانسان زيادة هيك صغير ورايح مغذي السن فبتروح تعمل بلتة انفلترشن فالكروس انفلترشن احد اهم الاسباب انها تعمل فالفالر طبعا كيف بدي افركم هذا الفالر بكل بساطة وسهولة منستخدم من السن عفوا توث وي ار انستاذين بس منستخدم من التكنيكس الاخرى هير تكنيكس وهير انجيكشن وسوف تنحل هذه المشكلة بكل سهولة اوكي الان باي كيفين ده انجيكشن في القو جيتس تكنيك او وايد ماوث او ويد اوبن ماوث تكنيك منخدر العصاب الاتتي انفيري الفيولي نيرف المنطل نيرف أنساسي انساسي سأقوم بتزرج خط 1 في الاصفر لانها المنطل والانساسي تفررج الفيديو ايضا الانو هذا يتعلم ام لانه هم انفيري الفيول انفيري نيرف انحفظين من زمان فقط في القو جيتس تكنيك زيدو لي الثلاث أوريكيولو تيمبورال نير والباكال نير في 75% من الناس ايضا بتخدر بهذه التكنيك فبدنا ندير بلا ونحفوظني منيح عرفت العصب اللي حيتخدر بالتالي حقدر اعرف المنطق رح تتخدر So the areas that are anesthetized include mandibular teeth from posterior molar to the mandible Bacal muco-breosteum and the mucus membrane on the side of injection نبدأ في هذه المنطقتين إذا ما ندير بلا رتيث الأسنان السفلية كاملة في الكوادرنت اللي أنا قاعد أخدر فيه تمام عشان يكون مركزين For posterior molar to the midline من آخر مولر موجود لمنطقة midline يعني في كوادرنت كامل تمام أيضا باكال ميوكو-breosteum and the mucus membrane on the side of injection اللي هو النسيج الباكالي السفتشو والنسيج المحيط بالعظام في المنطقة اللي حقنت فيها تحديدا الآن سوف نرى بالذاتهم بدي أحقن anterior two-thirds of the tank وهذا أصلا متخدر في مشابه طبيعي سيتخدر ونفس الأنثيري الأليوالر نيرب لأنه سنكون نخدرنا اللينجوال نيرب بسيطة تمام وأكيد the floor of the oral cavity يعني هاي مثلا أنا عارف رح تتخدر لأنه أنا خدرت اللينجوال نيرب مثلا اللينجوال سوفت تيشو أنا تبري أوستيام برض لأني خدرت اللينجوال نيرب فذول الثنتين مرتبطات في تخدير اللينجوال نيرب body of the mandible هذه جديدة ما كانت تتخدر معي في التكنيك الكونفينشنال اللي هي inferior arveolar nerve block فبتتخدر عندي في هذه التكنيك اللي هي التكنيك اللي هي زيادة على اللي حكيناها غير المنهيب التيث غير الباكال ميوكور أوستيام anterior two-thirds of the tank floor of the mouth lingual self tissue زيادة على ذلك body of the mandible inferior portion of the ramus skin المحيطة بمنطقة zygoma posterior portion of the cheek and temporal region فلاحظوا قبديش المنطقة اللي قاعدة تتخدر عندي واسعة خلينا نشوف الصورة هذه الصورة يا جماعة محتوطة عند أكينوسيا فازيراني تكنيك ولكن هي مش الأشياء اللي بيخدرها الأكينوسيا فازيراني هاي الشغلات اللي بيخدرها غوغيتس تكنيك فلاحظوا كيف all the mandibular teeth floor of the mouth anterior two-thirds of the tongue all lingual gingiva endomyocodal soft tissue lingually soft tissue labially soft tissue buccally شايفين كيف الليبس على مستوى متخدره مع جلد الوجي مع الجلد المحيط يتخذ زيغومة فيعني زي ما حكينا المناطق هاي بنحفظها زي اسمنا اللي ذكرناه هذولة الست مناطق اوكي والعصاب سهلين جدا اوال اربع عصاب نفسها نحفظها من the inferior alveolar nerve متزيد عليها هن يا جماعة الخير البكة الناربي 75% من الناس mylohyo nerve and auriculotemporal nerve اوكي عرفنا التكنيك فوائدها ما تتميز به عن the conventional technique the inferior alveolar nerve block عرفنا شو العصاب عرفنا شو المنطقة الان بدي عرف كيف اعملها طلعوا يا جماعة خلينا نتأمل بالصور بعدين نروح نقرأ اولا رح يصير في بونتتش هون احي يصير في بونتتش فبدي انتهي ببونتتش ولازم استخدم long needle لازم يفوت من الابرة long high هي بيكون طورها تقريبا 35 مل صح ولا لا ما بين 30 إلى 35 مل صح لازم يفوت منها 25 على الاقل تمام لازم تلمس المنطقة العظمة لازم تلمس أي عظمة من الماندبل أي منطقة لا anterior medial surface of neck of condyle ايش الكون دايل كون دايل هي العظمة الخلفية هاي هاي كاملة هاي كون دايلر بروسس عارفنا يا جماعة صح هاي زي كأنها رأس وعنق فأنا فعليا بدي ألمس منطقة النيك تبعيت اللي كون دايل انتيرياري وميديياري تمام فانتيريار medial surface اللي هي نيك off the condyle هاي هاي الأشي الأولي بدي يا كون دايل هاي اللي هي الفاينال رزلت زي ما بيحكوها اللي بدي أنا أوصل لها طب شو بدي أعمل شو اللاند ماركي اللي بدي أحددها مش مثلا بكونا بالألفير alveolar nerve block نحكي تيلغو مديبل الرافي الانتيرياري برضو الانتيرياري برضو مش كنا نحدد هاي الشغلات صح ولا لا و الماكسيمي مكون cavity الماكسيمي مكون نكون نحدد هاي الأمور بناء عليها نفوت هون شو بدك تحدد بدك تحدد بدك تحدد لتريغاس المنطقة اللي من أذن هاي الطالع اللي برا اسمها تريغاس المنطقة اللي بتهمني مش لتريغاس منطقة جنبيها اسمها انتيرياريجيك نوتش هاي النوتش اللي جاي لتحت التريغاس شايفينها اه هيني علمته بالأخضر بنروح على زاوية الفم شايفينها شايفينها بنرسم خط مستقيم شوفنا شوفنا بندخل بين السرينجي والنيدل برالل لهذا الخط نيدل شود بي برالل تو ديس لاين الواصل ما بين كورنر اف دماث انتيرياريجيك نوتش تمام التمام فبتفوت النيدل بهذا الطريق خلصنا لا بلا اسنان معينة بدها تفوت من جهة الماكزيلة اللي كاناين مش يمبين وبالنسبة لها بدها تفوت كمان ورا اخر ماكزيلة اللي مولر موجود هاي زي ما حكيت لكم بشريحة صور نشرح الموضوع مرة ثانية ايش من الكلام عشان ايش نخلص ال غو جيت سبلوك ويد ماث اوبن تكنيك كيف نوصل بينهم بخط وهمي سبلوك من الكلام إلى المحل بخط وزي ما ادخل من الجهة ممتاز سبلوك من الجهة من الجهة نفوت على المهم بتفوت بالسرنجة من الجهة من الجهة من الجهة انا هون جري أخدر الرايط إن جهة من الجهة من الجهة من الجهة وبس هايك القصد From the corner of the mouth, guided by maxillary canine, and then لما أصل لجوه بلت الكسب of the second molar on the same side. ماذا بلت الكسب؟ هم الكسبات اللي جايين بلت لي. ورا آخر بلت الكسب بدنا نحقن ونكون فتنا من جهة maxillary canine. فنحفظ هاي الأسماء كثير مهم للأسنان عفوا ماكزلالي canine, guided by maxillary canine. ثم لما نفوت الجوه بلت الكسب of second molar on the same side. مش هتخربط ماكزلالي canine من السايد الثاني. وصلت الفكرة هي ماكزلالي canine تبع هذا السايد. أنا أدي أحقن في اليمين. فسترشد بين ماكزلالي canine تبع the other side. والبلت الكسب of second molar at the same side. نحفظ مجدد. إنه أخير مجدد. طبعاً يعني إذا كان هناك ثير مولار يجب أن يكون ديستل إلى ثير مولار. المهم انك تحقن ديستل إلى ديستو بالت الكسب. شايفين؟ بغض النظر شو آخر سن. أنا خالع السفن. فالنقطة إنك تحقن ديستل إلى ديستو بالت الكسب. فنحن هنا لدينا السفن. لكي قلنا ديستل ورا يعني اللي هي البلت الكسب. لا الأبر السفن. تمام؟ حددنا المنطقة. ممتاز. شفنا اللي تريغس. يجينا عليها. إنتراتريغل نوتش. إنتراتريجيك نوتش. كورنر أوف ديماوث. وصلنا إيميجينري لاين. أيوه. رحنا على الماكزل لكلين الأثر سايد. حددنا نقطة الإنسيرشن. ودخلنا النيدل وصلنا لمنطقة إيش. اللي هي ديستو بالت الكسب. وصلنا لهاي النقطة. تبدأ بإنسيرتين النيدل في السفن. في ميديل سيرفز. في ميديل سيرفز. يجولي سيرينج هيت. بتكون سيرينج فوق الأكلوز البلين بكم؟ لاحظوا الأكلوز البلين تبع الماندبل. حتى يعني مش يبين عندي. فأنا مرتفع عنه كثير. تقريبا تقريبا ما بين 15 إلى 25 ملي. يعني ما بين 1.5 إلى 2.5 سنتيمتر. طبعا أكيد الليفل اللي أنا بحقن فيها. في التكنيك أعلى بكثير. من الليفل اللي بحقن فيها في الـ ID. إحنا في الـ ID كنا نحكي يس. بس أبو بشوية صغيرة مش بكثير. تمام تمام. So it's higher than the insertion points of the inferior alveolar nerve block. أوكي زي ما أنا حكيت لكم. هاي الارتفاع هو أعلى من الارتفاع اللي أنا بدخل فيه. مش إحنا في الـ inferior alveolar nerve. حكينا above the closed plane. هنا أبو ايضا لكن أعلى من الـ inferior alveolar nerve block. keep inserting until you reach end point bony contact. مهم يا جماعة كثير كثير مهم. إني زي ما حكيته بعيد. إنه في هاي التكنيك لازم أوصل. لـ end point. لـ end point bony contact. لازم أخبط بعض ما. ومش أي عضمة. أي جزء من الماندب اللي هو. الـ anterior medial part of the neck of the condyler process. تمام؟ أوكي. فهي شو anterior medial surface of the neck of the condyler. below the insertion of the lateral trigon muscle. تحت الـ insertion التي هي اللاتيرال تريقون مصل. فهي الأشياء التشتحية بدنا نحفظها منيح. ترى جدا سهلة مع صور اللي clinical. بتكون الأمور أحسن من بيرفكت إن شاء الله. فزي ما حكيت لكم برضه أول ما بلاشت أشرح على الصور. قلنا نحقن تقريبا 25 مليمتر من طول الـ needle الكامل. قد يكون 30 أو 35 مل. وين يوزنك ذي تكنيك. أكيد مش حنستخدم شورت أو التر شورت. حتستخدم الـ lung needle تطلع عن اللوان داخل. and ask the patient to open. اسمها wide open. تكنيك يفتح فيها المريض ثمه فتحة كبيرة وواسعة. ask patient to open his mouth widely. and he should keep his mouth open for a few minutes after the injection. حلو هاي المعلومة. برضه مش إني أعطيه injection أسكنه تموه لازم يضل فترة بسيطة. مش أي فترة مش ثماني دقائق يعني ديكتين ثلاث. يتحملني يضل فاتح تموه. to aid in the distribution of local anesthesia solution in the area. عشان أتأكد انه الـ local anesthesia انتشر. حول الـ structures اللي بدي إياها. وخدر الـ anterior alveolar nerve. أيضا الـ mental nerve. الـ incisive nerve. الـ lingual nerve. و 75% من الناس بتخدر منهم الباكل nerve. والأركيو تمبولر nerve. وظل واحد غاب عن ذهني. أين أنت؟ واللي هو الميلوهيويد nerve. تمام. التكنيك الثانية. لسه مخلصنا شمالي مستعجل. اللي هي ضل معلومة أخيرة. إنه كم كربولي أعطي. أو كم الحجم. مثلا كنا بالـ inferior alveolar nerve. نحكي أعطي كربولي على الأقل. هون بيقول لك أعطي ثلاث مل. يعني كربولي ونص تقريبا. تمام. بلغة أخرى. معنى هذا الكلام. فش عندي أنا كربولي درست عنها إن حجمها أكثر من 2.2 على فكرة يعني. كنا درستنا 1.8. 2.2 في أشياء في شركات أو دول واحد بتكون. فحتى تحتاج أكثر من injection. في نفس المكان. حسنا. التكنيك الثانية على عكسها. مش هديك اللي هي. التكنيك. تكنيك. 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 هذه على العكس. تكنيك. جميلة جدا هاي. لماذا؟ لأنها إلها استداعياتها. لأن الناس اللي عندهم يجمعهم. المتد ماث. ترسماس. اللي هي شرب العضل. سبازم في المسلز. تكنيك. 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 التكنيك. تكنيك. 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 هذه معلومة رائعة جدا. حيكون تكنيك. تكنيك. جميلة. تكنيك. 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 جميلة. فمش بس بتسكر السنسوري نيل. الاعصاب اللي بتنقل الإحساس بالألم. بتسكر وبتثبت وبتخدر الاعصاب اللي هي الحركي. إيش يعني عصب حركي هو ذلك العصب الذي ينقل الأمر للعضلة بأن تتحرك فبالتالي لو واحد مثلا عنده تشننج في عضلات الماندبل وأعطنا الأكينوسي فزيراني بلوك أنا حكون خدرت إضافة للأعصاب الحسية للأعصاب الحركية فالأعصاب اللي مخلي العضلات تنقبض تخدرت فرح ترخي العضلات ويقدر يفتح تموه حلو التفكير بالطريقة هذه الحالات منيح هذه الحالات التي نحن بطلبها أن نعطي كونوسي فزيراني تكنيك أيضا المترجم 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 للعضلات الاطفال سوف نستخدمها للناس الذين لا يستخدمون شد عضل كما قلنا هذه الصورة كانت متعلقة في جوجل تكنيك فهي لفوق وليس لأكينوسف الزلاني تكنيك لماذا نستخدمها مهمة جدا دكرت لكم بيهم ونعيدهم ملتبلي بروسيجرز عن ماندبيولر تيث ويلا تريد أن تضع أكثر من واحدة هذا كلام جميل الحلو انه كل اللي هسا هنحكيه هيتخدر بإنجيكشن واحدة فقط وعندي انا شغل كثير في هذا الكوادرنت في الماندبيل كلام حلو طيب ايش عندك كمان تسولي فلنا اوكي اني انا مش قادر اشوف الاناتومية تبعي اني انا مش قادر اشوف الاناتومية تبعي انفيرا الفيولر نير مثلا لارتنج لهون ماكرو غلوسيا جميل وسهل مهم جدا 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 من اهم المعلومات لانه صراحة اذا منتبهين اول تكنيك بتمر معي ما فيها يعني ما اتأكد احنا مثلا بالإثيري اليولر نير كنا نتأكد انه ثلثانين نيدل داخله ومحدد الاناتومية صح اللتر التدرافي ميدال ميدال ادخل ثلثانين نيدل داخل تمام واش كنا نسأل في جماعة وكنا نحكي حيصير في بونتتش ايديا لانك تلمس عظم هاي نقطة تكنيك هاي لساسة نحكي انه حنلمس منطقة اللي هي انتيريو ميدال نك افذى كونتالي بروسس ولكن هاي التكنيك اكينوسي فزيراني تكنيك ما فيها بونتتش باختصار لا بوني اند بونت تكنيك تعتمد في انك تعرف ان انت نجحت او لا باشيات تشريحية الكسب الفلاني ايش الفلاني كذلك انا بحكي يعني عشان تفهموا علي انت انسأل نيدل تستطيع اندبث بالضبط يعني مثلا دخل على الاقل 25 مليمتر من النيدل مثلا and give your injection without any bony contact there is little risk of entering blood vessel وكيف نتغلب عليها aspiration بس يعني اعمل aspiration عشان ما تكون اعني عشان تتأكب انك دخلت في بلود فيزل اولا ذات نيرف انستطايز بها انفيرير الفيولار نيرف انساسي انساسي منتال لينكوال هنه نفسه اللي بتخدرن بالانفيرير دنتال نيرف بلوق زيادة عليه ان شو بتخدر عنا الميلوهيويد نيرف فهذه الخمسة بتخدروا بالاكنسيف فزيراني تكنيك اللي بتتخدروا الماث الماث مساكر اتس اوايد ايريا ذاتو الانستطايز اكسبت ذي ايريا ذات سبلايد باي ذا لينكوال نيرف حتيتتخدر منطقة كلها ما عادة المنطقة اللي بيخدرها اللينكوال نيرف اتس نت اناستطايز باي ذيس تكنيك بينما الباكال نيرف كان بتخفي خمس سبعين بمي من المرضى بتخدر في القوغيتس تكنيك هاي بس كمقارنة سريعة ايش عنا كمان كلام نسالف كيف نعطي هذه التكنيك زي ما حكينا في القوغيتس بدنا نحدد مثلا اللي هي مثلا اللي بيجي تحت لتريغس صح او لا شو كان اسمو اللي هو انترتراجيك نوتش النوتش هو الكورنر ندخل برولل تؤد نفوت خمسة عشر تقريبا 25 مليمتر يعني هاي السوالف اللي حكيناها نفوت من عند الكنين من الجهة المقابلة من عند الديستل كسب يعني هاي الشغلات نفس الاشتراح ندرسه يعني ان القصد لما احكي لك سا بدنا ندرس كيف ندرسه فلازم اعرف بالضبط من وين بدي افوت بعدين لما افوت شو بدي اعمل وهكذا المنطقة المستهدفة تقريبا 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 التكنيك تقريبا 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 اثنين سفتشو افتشو افتشو اذا بدك تكون او تدخل النيدل في السفتشو المقابل لاخر مولر سوف نفهم هل سوى هذا السفتشو المقابل للاست مولر هاي اللاست مولر ادخل النيدل هنا في السفتشو المقابل للاست مولر هون سوف ندخل النيدل يكون في عانا سفتشو و يكون مقابل لمنطقة اللاست مولر نرجع للمعلومات هذه سوفتشو أبوزنك للاست ديستال توث أبار ساكن مولر ثم لما نفهم أو نحدد المناطق هاي منطقتين سهلات جدا بعدين بتدخل النيدل لتبعتك على السفت تشو رح توصل لأيو والريتش تل ذهب هسي جماعة الهب مش إنك فوتها لحد الهب تفهمونيش غلط بدنا الهب الآن أثبته يعني أوقف إدخال النيدل لما أوصل الهب لنقطة وهاي نحفظها زي اسمنا لما الهب تبع النيدل يكون برالل تذا ديستل سيرفس اف ذا سكند مولر عندها نتوقف عن الانسيرشن ما في بون تتشبيل اكينوسي فزيراني تيكنيك بالنسبة له كما دخل من النيدل فعلى الأقل هي حتكون طبعاً لونج نيدل طولها ما بين 35-35 مل فحنا ندخل 25 مل على الأقل النيدل should be inserted inside the tissue to give injection there and start to give the local anesthesia نراجع سريع أولاً البيشنت يكون عنده تريسماس أو مشاكل أو إلى آخرها أو مثلاً يمكن يكون عنده لسن لسانه كبير فأنا بطلب منه يسكر تمه أولاً close your mouth عزيزي المشاهد ثانياً بفتح تمه بعين عدة أمور بعين الميوكو جنجيف الجنكشن اوكي عشان نعطي إبسي لترال سايد ومنعين أيضاً يا جماعة السفت شو of the opposing last distal tooth السفت شو المقابل لآخر distal tooth وبعدين بعطي بدخل النيدل لحد ما توصل الهب وتكون برلل وموازلة شو بمحاذات يعني وموازات شو distal surface of the upper second molar تمام of the upper second molar of the upper second molar ما قلنا المost posterior teeth ولا المost posterior molar ال upper second molar تحديداً عندها توقف عن الانسيرشن وأعطي الانستيزيا ووقتها أصلاً تكون داخل على الأقل 25 ملي لتر تمام تقريباً من خلصنا التكنيك الحمد لله A good thing when you give anesthesia using this technique Akinosy Vizirani technique and the patient has limiting mouth opening trismus due to muscle spasm you anesthetize motor nerve شرحت لكم النقطة انك بتخدر للعصاب اللي بتغذي العضلات اللي هي العصاب الحركية branches here and the patient after this technique will have immediate relief from this spasm حتفك الماندبل باعل تكون شادة and the patient will be able to open his mouth normal again because you blocked the motor innervation there that caused this muscle spasm يعني حكينا إحنا مش بس من خدر اللي هون عصاب حسية من خدر العصاب الحركية اللي بتغذي العضلات الناس اللي عندها ترسم بتكون هاي العصاب اللي قاعدة تشتغل ومآمر العضلات بالانقباض بتكون منقبضة فعنا لما أسكت هاي العصاب الحركية حترتخي العضلات فحيقدر يفتح الماندبل تبعث ويحركها بريحية لاحظ عزيزي المشاهد كمان وكمان شو وضع الpatient مسكر فمه هاي النقطة الأولى شو هاض إبسي لاترالة لميوكو جنجيفال جنكشن تمام يعني على الإبسي لاترال سايد يعني we are here what is this side إبسي لاترالة سايد at the level of ميوكو جنجيفال جنكشن إلى أين تذهب بالنيدل وين نمدخلها بدنا ندخلها للمنطقة شو بوستيريا اللي هي الميوكوزة اللي هي المقابلة لآخر مولر صح ولا لا هيا soft tissue أو مش ميوكوزة عفوا soft tissue المقابل للlast distal tooth تدخل النيدل لحد ما توصل الهب وتكون محاذية وموازية لل distal surface of the second molar هاي شايفينك توصل الهب وتكون موازية ومحاذية لل distal surface of the second molar اللي هو طبعا أكيد أبر يعني أبر second molar تمام اوكي ومنخدر مش تخربطوا تفكر اني بقعد أخدر في المان دبلية مع التخدير هذا أثروا عن ماكزيلا بخدر لنفيجا الفيلر نيرف incisive nerve mental nerve lingual nerve وعندنا عصب خامس من خدره ما هو العصب؟ هو الميلوهيويد نيرف إذن هو الميلوهيويد نيرف هاي أكثر من صورة بتوضح لي طريقة الدخول هون تجميع معلومات نحن عند السي أقرب ما نكون لشو لنك تبعية الكوندال لبروس الصح انتيريو ميدلي انتيريو ميدلي من وين هون ايش لازم يكون عندي لازم توصل النيدل في أي تكنيك في القو جيتس تكنيك في القو جيتس تكنيك في السي اللي هي الجي جي ليه مش جي جي براثر لا جي 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 اللي هي القو جيتس تكنيك تمام إنتيريو ميديل سيرفاس اوف entwicداâyل نيك اللي أنا بذكركو عندي في بلوك صح بس هون تعرفوا انه انا ما هخبط هون مش تفكروا هخبط هكون موازي للمنطقة هاي تمام اكينوسي فزيراني تكنيك وبس في عنا جماعة اكسترور المانديبلر بلوك تكنيك يعني بلغة اخرى بخدر البرانش هذا ايش الترانجي من النيرف هذا المانديبلر برانش فخدروا انه بغز الخد من بره بكون دارس التشريح منيح عارف وينه هاي الكون دايل هاي الكرونويد هاي الزائل المانديبل انه هو الله هاي يجاي هون طبعا قليل ما نستخدمها it is used to anesthetize the mandibular division of the terminal nerve using lateral approach through the sigmoid notch it's rarely used but maybe maybe will use in some cases and or circumstances ما فصر الدكتور اكثر من هيك خلصنا الجزء الاضخم من المحاضرة ضلعنا باشي بسيط how to overcome field anesthesia اولا لما الواحد بعيد الشر يفشل باشي في الحياة داما شو بحكيله ابحث عن اسباب الفشل فانت اعرف ليش الواحد فشل في التكنيك تابعته عشان يعرف يعالج سباب الفشل so you may give the patient local anesthesia but it doesn't give you the result you want so you called it failed anesthesia فلازم نعرف الاسباب قد تكون اسباب في التشريح عنده variations عنده مثلا مثلا حكينا ايش في اشي هسا حكينا قلنا بيكون في عنا تفرعات من اعصاب اخرى ايجا تتغذي هذا السن يعني عند هاذا الانسان عندونه من الناس يعني تنوعت نتو ميك ال variations يعني في اسباب pathological يمكن المنطقة فيها التهاب تكون اسهديك وإلى اخره pharmaceutical مشكلة يعني ايش بتعلق في تركيبة ال vasoconstrictor وال local anesthetic pharmacological psychological عامل نفسي وتكنيكال التكنيك انت عاملها غلط تمام مثلا شوفوا الاكنوسيفة زيراني شو حكينا فيها شوفوا اللي هو ال gogets technique قداش حكينا فيها ال canaila other side اللي هو مثلا distal to the مثلا حكينا عن corner of the mouth حكينا عن المنطقة اللي تحت لتريقس هاي النطش اللي تحت لتريقس والعديد من الشغلات فلازم الواحد اللي ما بدو يعمل تكنيك يكون شاطر فعشان احيانا بعض الفيلرز بتكون بسبب التكنيكال وهكذا بنعرف الاسباب بعدين how to overcome this failure وبس تمام التمام اللي هو انا هاي كنت احكي عن هاي collateral nerve supply اللي هي anatomical يعني احد اهم الشغلات في الاناتومي collateral nerve supply يعني بتلاقي انه مثلا زي ما ضلط لكم مثال على انه الماكزيلا مش بس بخد جايها innervation من anterior و middle وال superior مش بس من هون مثلا جاي برانش هيك عند هاظا الانسان من greater bel terrain nerve مخدر السن الفلاني مثلا فبالتالي بكون سبب الفيلر الناتوميكل وهكذا شو اسم هادا الاشي اللي انا سنح احكيته اللي بصير اسمه كلترال 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 نيرف سبلاي كلترال نيرف سبلاي اوكي جماعة عشان تلاحقوا تدرسوا ما يطول عليكم اكثر راح اوقف هون ونكمل ان شاء الله الجزء بسيط اللي ضل في الفيديو القادم ان شاء الله